اشتركوا في القناة الى العريش نائبا عن جلالته لاستقبال وتحية قوات الفالوجة وصل معاليه الى معسكر الفالوجة بالعريش حيث استفى ضباط وجنود هذه الحامية فصافح معاليه الاميرالاي السيد طاها بيك قائد حامية الفالوجة وكان يرافق معاليه سعارة اللواء عثمان المهدي باشا واللواء فؤاد سابق باشا قائد القوات المحاربة في فلسطين ولفيف من كبار الضباط ثم ارتجل معاليه الكلمة الاتية حضرة قائد حامية الفالوجة وحضرات الضباط وصف الضباط والجنود لقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم قائد الجيش الاعلى فاوفدني الى العريش مندوبا عن جلالته لمقابلتكم وابلاغكم تحيات جلالته وعطفه الكريم وتقديره السامي لشجاعتكم وبطولتكم واعمالكم الباهرة التي رفعتم باسم مصر واسم الجيش ثم هدف معاليه عاش الملك فردد الجميع الهتاف وصافح معاليه بعد ذلك ضباط الحامية وعددا كبيرا من صف الضباط والجنود مندوبين عن اخوانهم جنود الحامية وكانت الهتافات المدوية بحياة جلالة الفاروق قائد الجيش الاعلى تهز اركان المعسكر وزار معاليه بعد ذلك مقبرة الشهداء بالعريش ووضع اكليلا فخما من الورد واستمع معاليه لتناوة ايذ ذكر الحكيم وطلب من الحاضرين قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين جادوا بدمائهم الزكية الطاهرة في سبيل عزة الوطن وكرامته ثم توجه معاليه ومن معه الى موقع مرتفع بالقرب من رفح حيث استمع لشرح احد الضباط عن الموقعة الحربية التي ضرت رحاها في هذا المكان وشاهد خريطة تبين الخطط الحربية التي استعملت في هذه الموقعة واجريت امام معاليه مناورة حربية تمثل المعركة نفسها وقد استخدمت في هذه المناورة نفس الاسلحة التي استعملت في المعركة وقام بها نفس الجنود اشتركوا في القناة ما هي قادفات اللهب تلقي حممها على العدو وتصليه نارا حامية فقد كان لهذا السلاح القول الفصل في احراز النصر في هذه المعركة وغيرها وكان جنود مصر البواسل يتقدمون مختلقين النيران غير ابيهين بلهيبه وقد اعجب معاليه بدقة المناورة العسكرية وبروح الجنود العالية ووصل معالي الوزير بعد ذلك الى مقبرة الشهداء في خان يونس حيث اجتمع اهلها عن بكرة ابيهم فهتفوا طويلا بحياة جلالة الفاروق العظيم وجيشه الباسل ووضع معاليه اقليلا من الورد على قبور الشهداء وقرأ ومن معه الفاتحة مترحمين على هؤلاء الابطال وفي غزة استقبل معاليه استقبالا حافلا واقيمت اقواس النصر وكتبت عليها عبارات الولاء لجلالة الفاروق العظيم واستفى اهل غزة ورفعت الاعلام المصرية على الدور والشرفات وما اقتربت سيارة معالي الوزير حتى اشتد الهتاف بحياة جلالة الفاروق قائد الجيش الاعلى وواسط هذه المظاهر الناطقة بالحب للفاروق العظيم وصل معالي مندوب جلالة الملك الى حديقة البلدية في غزة وكان في استقبال معاليه اللواء محمود فهمي نعمة الله بيك قائد منطقة غزة وكثير من الضباط ولفيف من الاعيان يتقدمهم رشدي بيك الشواء رئيس البلدية فصافحهم معاليه ودخل الحديقة وعلى منصة رفعت عليها صورة جلالة الملك المعظم ارتجل معاليه كلمة بليغة جاء فيها تؤود ان ابدأ حديثي الى حضرة رئيس بلدية غزة وحضرات اعيانها ورجالها الكرام ولكن عندما وصلت الى هذا المكان رأيت ان استسمحكم لان اوجه كلمتي لحضرات الضباط الموجودين هنا حضرات ضباط الجيش المصري لقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاوفدني لمقابلة قائد وضباط وصف ضباط وجنود لواء الفالوجة لابلاغهم تحيات جلالته وعطفه الكريم وتقديره السامي للبطولة الفائقة التي ابدوها في الاربعة اشهر الاخيرة ثم استمع لكلمة الترحيب التي القاها رئيس بلدية غزة ثم صافح معاليه جميع الضباط المصريين والسعوديين الذين حضروا الاحتفال وبعد ذلك زار معاليه مقبرة الشهداء في غزة ووضع اكليلا من الورد كما وقف معاليه طويلا امام قبر الشهيد القائم مقام احمد بيك عبدالعزيز وقرأ ومن معه الفاتحة على روح الشهداء الابطال وفي العريش اقيمت مأدومة الشاي فخمة لتكريم قائد وضباط وصف ضباط وجنود لواء الفالوجة ومندوبين عن جميع الوحدات المعسكرة في العريش حضرها كبار الضباط الموجودين في فلسطين وقد وضع الولد اعطة احمد معه احمد معه اشتركوا في القناة